سلام مشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة العالمية على قناتكم المحبوبة قناة الحدث اليوم هذا الأسبوع هو أسبوع الإصارة والمتعة هذا الأسبوع هو أسبوع إثبات الزيت هذا الأسبوع هو أسبوع الشامبونز ليك هذا الأسبوع هو أسبوع الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع هو أسبوع الأهداف والأرقام الكياسية والمفاجآت على صعيد الشامبونز ليك الباير يكتسح دانيمو زاجرب بالتسعة اتنين وأول رقم كياسي لهاري كين بيسجل أربع أهداف وبيحطم بذلك الرقم الكياسي لوين روني أما دورتمون بتفوز على فريق براجا البلجيكي 3-0 بقيادة مدربه الشاب نوري شهيد أما باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة 1-0 على جيرون الأسباني في ديئة 89 بعد خطأ فادح من الحارس أما ليفربول يهزم انتر ميلان على أرضه وسط جمهوره 3-1 وأبدع المدافعين وأحرزه هدفين في غياب تام لصلاح والمهاجمين أما ليفاركوزين وفاينورد الهولندي فاز عليه شاب أولونسو ليفاركوزين 4-0 والأهداف كلها جات في الشوت الأول واستعاد ليفاركوزين قوته بسرعة وأسعد جمهوره بعد أول هزيمة ليه في الدوري أمام ليبزيك وبرشيرونا بقى تلقى أول هزيمة ليه في الشامبين ليج أمام موناكو 2-1 وتم طرد اللاعب جراسيا من برشلونا بعد خضأ فادح من تريش تيجين اللي انهالت عليه الصحافة والإعلام بالسبب والقصف حتى أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الدوري أمام فيا ريال أما أطلتكو مادريد بيفوز على ليبزيك في ديئة 90-2-1 أما عن الأسبوع في الدوريات الأوروبية فكانت مليئة بالمفاجآت والفضاح التحكمية الريال بيفوز على إسبانيول 4-1 بعد أن قام المدرب إسبانيول بيستفزاز الريال بأنه سوف يفوز عليهم على ملعبهم وفسط جماهيرهم وتقدم الفريقين بهدف لكل واحد منهم نتيجة لأخطاء كارسية من الحارسين ولكن ريال سيطر على المباراة وتقدم 4-1 بالرغم من احتساب ضرب الجزاء ليه من وحي وخيال الحكم مما أصار كل الميديا في العالم ولا حديث إلا عن ضربة الجزاء طوال الأسبوع على منصات التواصل الاجتماعي والسخرية منها إما برشلونة بيفوز على فيا ريال 5-1 استحوذ على المباراة من أول ديئة لمصالحة الجماهير الغاضبة منه بسبب خسارته في الشامبونز ليج أمام موناكو وتعرض الحارس تريشتيجين لقطع فررباطي الصليبي وكده وحط الفريق الكتالوني في مشكلة كبيرة جدا في حراسة المرمى أما في الدورة الإنجليزية فكانت مباراة قمة ما بين بيب جارديولا وأرتيا السيتي والأرسنال والتي شاهدت تقدم الأرسنال في الشوت الأول 2-1 حتى قام الحكم بطرد اللاعب من الأرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوت الأول ليلعب الأرسن للشوت الثاني كله بعشر لاعبين أمام السيتي اللي سيطر على المباراة دون جدوى حتى الدقيقة السبعة وتسعين استطاح التعادل للمباراة تنتهي المباراة 2-2 وبعدها بيصرخ أرتيضة للإعلام بأن الكل كان عاوز أن السيتي تفوز عليهم متبع مبدأ المؤامرة والتحالف ضده أما ليفربول فبيفوز على بروسموس 3-0 بكيادة محمد صلاح وكذلك سام مورسي بيحرز أول هدف له في الدورة الإنجليزية وبيتعادل لفريقه أمام ساوس هامتون في الدقيقة 95 أما في البونتسكليجا حدس ولا حرج ليفاركوزين يحقق فوص صعب على الولفسبورج 4-3 ويستمر تشابي ألونسو في تحقيق الأرقام الكياسية مع الفريق والباير بيفوز على بيردابريمن 5-0 وكده بيعادل كومباني رقم بيب جارديولا اللي فاز أول ثلاث مباريات خارج الديار إما فرانكفورت بيفوز على مينشنجلاتباخ 2-0 وعمر مرموش بيسجل الهدف الثاني بهدف رائع رائع وبكده بيصل للهدف الرابع وبنافس هاريكين المتصدر هدافي البونتسكليجا بخمس أهداف إما شتوتجارت فريق الصابق الجريح بعد الهزيمة أمام ريال مادريد في ريال مادريد في الشامبن ليك 3-1 حاول أنه هو يسعد جماهيره ويصالحهم وفعلا فاز بفوز تاريخي على دورتمون خمسة واحد صحق دورتمون في ملعب المارسيديس بينز وكده دورتمون بتتلقى أول هزيمة لها في الدوري مع نوري شاهين والدوري الفرنسي متشابهين لو دخلنا بقى على الدوري الفرنسي هنلاقي نيسب يصحق أميتهم 8-0 في غياب محمد عبد المنعم طبعا على دكة البودلاء أما بقى عن أخبار الكرة المصرية وأخبار مصر فبنقول أن أخيرا أخيرا رابطة الأندية المصرية بتتعايد مع شركة عالمية ألمانية لتنظيم بطولة الدوري المصري ومكالي مدرب المنتخب أولومبي مدرب الشباب بيطالب اتحاد الكرة بتعيين اتنين مساعدين مدربين أجانب منهم واحد لمدرب حراس المرمى وخبر سعيد لنا في مصر والمصريين مصر بتتقدم في المركز العالمي في التصنيف الفيفا للمرتبة 31 عالميا والثالث أفريكيا كل ده هنتعرف عليه من خلال برنامجنا النهاردة وتعالوا نشوف رأي الناقض الرياضي محمد مهدي في هذه الأخبار المحلية طيب هنحاول طبعا هنحاول ان احنا نجهز محمد مهدي الناقض الرياضي عشان نتكلم معاه في هذه الأخبار المحلية اللي احنا شايفينها بصراحة فيه منها بعضها سلبي وفيه بعضها إيجابي انا شايف ان مكالي لما بيطلب اتنين مدربين منهم واحد لندرب حراس المرمى ومدرب مساعد لي انا شايف ان دي خطوة كويسة خطوة كويسة ان هو يبتدي يفكر في البرحلة الجاية ويبتدي يشعر ان هو معانا مستمر ما فيش اي زعزع ما فيش اي تغيير ما فيش كيلة وقال ما فيش حاجة بتقول ان هو مش هيستمر معانا والراجل بيفكر بجدية وبيفكر بتركيز وعشان كده بيشوف ايه اللي محتاجه فريق الشباب فلما يقول ان هو عاوز مدرب حراس مرمى وعاوز مدرب عام معاه فدي خطوة كويسة نتمنى من القائمين على المنتخب ان هما يسهلوله هذه المأمورية ما نعملش معاه زي ما عملنا في الأولمبيات ما نفضلش لغاية اخر لحظة عاملين هولد على كل الطلبات اللي يطلبها يطلب مبارات ودية نقول له مفيش نطلب لعيبة نقول له مفيش يطلب اي شيء نقول له هنفكر لا المرة دي عاوزين نتجاوب معاه شوية عاوزين نبقى نقف معاك صبورت علشان يطلع علينا جيل جديد علشان يطلع علينا منتخب جديد يبقى صبورت لحسام حسن ويبقى حسام حسن عنده قاعدة لعيبة كبيرة لما فيه لعب محترف او لعيب يكون عنده مصاب او لعيب عنده مش هادر او مش مستعد يبقى عنده في الكاتوجري التاني او الفريق الرديف زي ما احنا بقوله عندنا في اوروبا او فريق الشباب يبقى عنده اكتر من خمس ست لعبين جاهزين يقدر يستعين بهم فعشان كده احنا بنقول يا ريت فعلا ان يبقى فيه صبورت لميكالي وان يبقى فيه تركيز الفترة الجاية مع منتخب الشباب الاخبار برضو اللي عجبتني اللي قلت لكم عليها طبعا ان مصر بتتقدم في التصنيف وفي مركز الفيفا مصر دلوقتي اتصنفت في المرتبة 31 عالميا دي حاجة قويسة جدا 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 وبالنسبة لأفريقيا فهي في المرتبة الثالثة طبعا بعد المغرب وبعد السنغال كل دي مؤشرات قويسة جدا وطبعا ده فضل لمستوى بصر الفترة اللي فاتت مع أحسام حسن ومع ميكيلي في الأولمبيات كل هذه المستويات قدت زي ما احنا قلنا يبقى ترتيبك العالمي بيختلف ده اللي احنا قلناه في حلقة من الحلقات اللي فاتت ان لازم ان تجيب اللاعبية المحترفة لازم ان يبقى عندك الكارتة بتاعتك وقائمة اللاعبين فيها لعبين محترفين حتى لو مش هلعبوا ولكن عشان القيمة التسوقية ليهم وقيمة التسوقية للمنتخب بتزيد ولما بتزيد فانت بتزيد في ترتيبك العالمي طبعا انت داخل على بطولات كاسعالم وداخل على بطولات أفريقيا فبالتالي انت محتاج ان يبقى كل اللاعبين بتاعتك جهزة وبالتالي لما يبقى عندك القائمة الكبيرة بيبقى فيها مجموعة من اللاعبين المحترفين زائد لعبة محليين على مستوى عالي ده وده يأهلك انك انت تكون جاهز ومستعد لأي طارق من حاجات برضو اللي النهاردة عاوز اتكلم فيها اخيرا يا جماعة اخيرا ان اتحاد الكورة قرر ان هو يستعين بشركة عالمية شركة ألمانية طبعا لبطولة الدوري عشان ينسك بطولة الدوري كل التوفيق طبعا لاتحاد الكورة في الخطوة اللي جاية ديت طيب عاوزين بقى نتكلم برضو في بعض النقاط الاوروبية النهاردة وخاصة ان الساحة مشتعلة جدا وخاصة بعد مباراة ريال مدريد طبعا انتم شفتوا كلكم مباراة ريال مدريد وشفتوا ضربة الجزاء اللي كانت من وحي الحكم طبعا كل الميديا ما كانش ليها كلام ولا حديث الا على هذه الحادثة وعلى هذه ضربة الجزاء اللي طبعا الحكم حسابها وخاصة طبعا ان الدوري الاسباني كله الدوري الاسباني كله كان فيه 13 ضربة جزاء وريال مدريد بس لوحدها خدت من 13 خمس ضربات جزاء طبعا ده عدد كبير جدا من ضربات الجزاء وده بيخلي الناس بتتفكر وتقول طيب اش معنى وطبعا الناس ما بتتفكر معنى كده ان فيه حاجة سلبية فيه حاجة مش طبيعية وخاصة ان دربة جزاء فعلا لو احنا شفناها كانت فعلا خارج الـ 18 ويبينة جدا واضحة جدا انا مش عارف الفار ساعتها كان يعني متوقف ولا ما كانوش عاوزين يرجعوا للفار ولا بالضبط ما استدعوش الحكم ليه وقالوله ان الماسك كان خارج الـ 18 طبعا هم طبعا كذبوا هذه المباراة ولكن ده ما يمنعش برضو ان هذه ضربة الجزاء كانت ضربة جزاء غير عادلة وغير صحيحة تماما الحاجات برضو اللي عجباني جدا انا اتكلم عليها طبعا كومباني طبعا المدرب البلجيكي اللي جيه وميسك باير وراجل عنده 38 سنة راجل طبعا كل الناس كانت حاسة انه مش هو الراجل المناسب في المكان المناسب مع الباير وان الباير فريق كبير ليه وكبير عليه ان هو يمسكه ولكن الراجل بكل يوم وكل مباراة بيثبت ان هو جدير بهذا الفريق وان يكون مدرب ليه راجل لعب اربع مباريات في البوندس ليجا وكسب طبعا ثلاث مباريات وتعادل مباراة والثلاث مباريات اللي كسبهم كانت كسبهم خارج الديار ومحدش عمل النتيجة دي غير بيب جارديولا انه يكسب اول ثلاث مباريات في البوندس ليجا مع الباير خارج الديار فبالتالي هو طبعا كده ضرب الرقم القياسي او عادل رقب بيب جارديولا طبعا برضو شفنا المستوى الرائع لباير في الشامبيون ليج وانه ازاي يكسب تسعة اتنين طبعا نتيجة كبيرة جدا وتيجة تقيلة جدا طبعا على ضوءها طبعا هاريكين دلوقتي اصبح يعني الهداف التاريخي لباير في الشامبيون ليج ومش بس كده لا ده كمان بيعادل روني في الاهداف للشامبيون ليج طبعا كمان من الحاجات اللي نحب نتكلم عليها النهاردة ان باير برضو في الدوري فاز على وولفسبورج وكانت نتيجة تقيلة وفاز برضو على فيردا بريمين المباراة اللي فاتت بخمس اهداف حقيقة مستوى يعني باير في تقدم كويس جدا وكومان انا شايف ان كومباني يعني مدرب كويس فكره كويس بيحاول يحل المشاكل اللي بيعاني منها الباير بيحاول ان هو يساستم نفسه على اللاعبين تنسوش ان فرقة الباير دي فريق تقيل جدا فريق فيه لعيبة صغيرة كبيرة فيه لعيبة كبيرة جدا وفيه لعيبة كلهم ستارز كلهم بيلعبوا في المنتخب المانشف لما بنشوف ان الخماسية اللي سجلوها طبعا سجلوها صاد بيردا بريمين هنلاقي ان طبعا مايكل قلسيه سجل في ديئتين 23 و60 هدفين جمال مصالة سجل في ديئة 32 وهاريكين في ديئة 57 وسيرجي جانابري طبعا في ديئة 65 المباراة كانت حقيقة حدية بالرغم ان بيردا بريمين نادي كبير جدا ولكن ما قدرش ان هو يصمد قصاد الهجوم التتاري من البير عاوزين برضو نتكلم على منشستر يونيتد منشستر يونيتد طبعا تعارفين انه عنده مشكلة كبيرة جدا ومدربه تين هاج قدم مستويات سيئة جدا الفترة اللي فاتت بالرغم المشتريات وبرغم الترانسفير الكبير اللي عملوا ولكن الناس فجأت في دورة الانجليزي ان المانشستر طبعا يونيتد ما بيقدمش اي نتائج والمانشستر يونيتد متراجع في جميع المباراة ودوت بسبب مدربه طبعا تين هاج وده اللي خلى طبعا ان المانشستر الانجليزي النهاردة بيدور على البديل لهذا المدرب وطبعا في اسماء كتيرة جدا جات وبيفقروا فيها علشان يشوفوا بيستطلعوا الرأي وبيشوفوا مين اللي ممكن ان هو يكون خليفة لتين هاج وبيقولوا ان في اكثر من اسم مقترح للفريق ولكن يعني لغاية النهاردة ما وصلوش للاسم المناسب والمدرب المناسب عاوزين نتكلم على طبعا برشلونا وعاوزين نتكلم على مباراتهم اللي خسروا فيها طبعا اتنين واحد طبعا في الشامبن ليج وصاد موناكو هذه المباراة كانت بغير توقع من اي حد ما حدش قدر توقع ابدا ان موناكو تقدر تكسب برشلونا بالنجوم الكبيرة اللي عندي برشلونا ولكن للأسف بتريش تيجين عمل غلطة كبيرة جدا خطأ كبير جدا وتسبب في هدف لموناكو وفي نفس الوقت اثناء المباراة تسبب في ان اللاعب بتاعه المدافع جراسيا يطرد لانه طبعا لعب له الكرة في وقت كان محاط من اثنين لعبين من موناكو وطبعا الكرة خطفت فما كانتش قدام جراسيا اللي هو يمسك المهاجم وعلى ضوء دوت اضطرد طبعا في الشوت الاول وبعد عشر دقايق وطبعا دوت اثر على الفريق وطبعا خلى الفريق يلعب تمانين دقيقة عشر لاعبين وطبعا بعد الجون اللي جابه يمين جمالك جميل اوي ولكن طبعا طلعت النتيجة اثنين واحد لموناكو وبكده برشلونة تلقى اول هزيمة ليه في بطولة الشامبيون ليج طبعا برضو هنتكلم على النتائج بتاعت الشامبيون ليج منقول ان ليبر كوزي انكسب فيرنورد الهولندي اربعة سفر وبنفيكا كسبة اثنين واحد النجم الاحمر وطبعا شتوبجارس اتغلب اثنين واحد من بريبست وطبعا موناكو كسبة اثنين واحد لبرشلونة اتلتكو مادريد اكسب ليبزيك اثنين واحد وطبعا دي كانت ناديكا متوقعة اتلانترال بيتعدلوا سفر سفر سبارتا براك طبعا بتتغلب من سالسبورغ تلاتة سفر وطبعا بولونيا وشيختار اتعدلوا سفر سفر منشستر سيتي سفر سفر مع انتر ميلاند وبريس سان جرما بيكسب واحد سفر ضد جيرونا الاسباني وكلوب براك ودورتمون دورتمون مع مدربها طبعا لولي شهين مدرب الواعد مدرب صغير السن اللي لا يتعدى ال 37 سنة ودي او التجربة اللي مع دورتمون بيقدم مستوى رائع جدا بالرغم ان هو اتهزم طبعا في البونتسليجا من شتوتجارد خمسة واحد نتيجة تقيلة جدا بنرجع نقول تاني لكن في الشامبون ليج عمل مباراة هيلة جدا وكسب 3-0 سيلتيك بيكسب طبعا سولفين بروتسيلا خمسة واحد ودي برضو كانت من نتائج التقيلة في الشامبون ليج يوبنتس طبعا بيكسب اندهوفين 3-1 كان مباراة متوقعة طبعا يوبنتس فريق تقيل فريق غير من سيستيمه غير من نظامه هذا العام وعمل ترانسفير كتير جدا واشترى مجموعة من اللاعبين كتير جدا عشان يرجع بيهم للتاريخ زي ما بيقولوا طبعا استونبيلا بيكسب 3-0 لبوينج بول وسبورتينج لشبونة بيكسب ليل 2-0 وريال مادريد بيكسب فوق في شتوتجار 3-1 طبعا شتوتجار كان بتلعب ريال مادريد على ملعبه وقدر ريال مادريد انه يحسم المباراة واحد ليه ميلان طبعا بيخسر من ليبر بول 3-1 وفي ميلان ودي كانت برضو مباراة درب كبير جدا شوفنا محمد صلاح والمستوى الرائع اللي قدمه وشوفنا ليبر بول بصراحة متأرنسليك فعلا قدمه مباراة رائعة جدا وكسبه 3-1 واللي عاوز اقوله ان برضو لغاية النهاردة الناس مش متأكدة هل أرنسلوت هل هو المدرب الناجح مع ليبر بول هل هو هيكون عوضا ليورجين كلوب هل هو هيمشي على طريق يورجين كلوب هل هيمشي بنفس الطريقة ونفس المكاسب اللي اتعملت طبعا عاوزين نقول هو لغاية النهاردة الراجل ظاهر بمستوى رائع الراجل اللي لغاية دلوقتي بيكسب مباراةه كلها سواء داخلي أو خارجي سواء مع الشامبون ليج أو سواء في الدوري الإنجليزي فمنقدرش نحكم عليه لكن تكوين الفريق احنا حاسين في بعض الشيء بعض التغيير من يورجين كلوب يعني هو ماشي على نفس النهج ولكن فيه تغيير كبير جدا النهاردة بنشوف أرنس لوت مع ليبر بول بيحاول يبدأ يضغط على الخصم بادر جدا وبيضغط بخمس لعيبة وست لعيبة دي ما كناش بنشوفها أيام يورجين كلوب تمام ان الفريق يقدر يضغط الحاجة التانية الفريق بيحاولش يرجع لقط الدفاع طول ما الكرة مع الخصم بيحاول دايما يضغط على الخص في خط النص علشان يقدر يستحوز على الكرة ويقدر يخلص الكرة منه بادري في نفس الطريقة في الهجوم النهاردة بنشوفه في الهجوم بيهاجم بأكتر من سبع لعيبة أو تسع لعيبة وده شيء برضو ما شفناهوش مع يورجين كلوب اللي عاوزين نقوله ان يورجين كلوب كان ناجح على طريقته مع ليبر بول وأرنس لوت أكيد برضو ناجح وينجح بطريقته مع ليبر بول طيب بعد كده شفنا باير ميونيخ طبعا وزي ما احنا قلنا كسب 9-2 على نادي دينامو زجرب طبعا دي نتيجة تقيلة جدا ما حصلتش ده يعتبر ريكورد ورقم كياسي في الشامبين ليج ما فيش حد قبل كده كسب 9-2 في الشامبين ليج وعشان كده بنقول ان طبعا هذه النتيجة هتحسب للباير في الأرقام الكياسية ما نروح نشوف بقى الترتيب في الشامبين ليج بعد الجولة اللي تم الديات هنلاقي باير ميونيخ طبعا في الأول بعد كده سيلتيك في الثاني ليبر كوزين الثالث بروسيا دورتمون في الرابع أستنبيلا الخامس بيجي علي بعدها سارة براج وبيجي بعدها ليبر بول يوبينتيس ريال مادريد في التاسع وطبعا سبورتينج شبونا في العاشر وطبعا يعني احنا عارفين ان الشامبين ليج هذا العام اتغير وبقى دلوقتي تسع فرق في كل مجموعة وطبعا معنى كده ان فيه ثمن مباريات هتتلعب كل فريق هيلعب ثمن مباريات أربعة خارج الديار وأربعة داخل الديار والثمن مبارات اللي هتتلعب أو السبع مبارات اللي هتتلعب دول هيتلعب كل مرة مع فريق مختلف يعني ما فيش حاجة اسمها هيلعب مع فريق رايح جاي زهاب وقياب لا ده مش موجود وطبعا هم هبقونوا أربع جميع كل مجموعة زي ما احنا قلنا تسع فرق وهيلعب بعضهم التسعة دول مباراة واحدة رايح أو جاي كل فريق هيلعب أربعة على أرضه واربعة خارج أرضه وبالمناسبة بقى يعني أنا شاف ان فيه لعيبة كتير مدربين كتير كلهم مستقين جدا من هذا النظام وكل الفرق شفنا ديبرون علق وشفنا أكتر من لاعب تاني برضو علق على هذه الحادثة أو على هذا الترتيب وعلى هذا العدد الكبير من المباراة اللي هتتلاعب طبعا أنه هو مش يكون في صالح الأندية لأن كده الأندية في أوروبا هتلعب كل ثلاثة يام ماتش وطبعا دوت هيكون فيه لوت كبير على الفرق ويكون فيه لوت كبير على اللاعبين مما هيؤدي الإصابات ده غير كمان مباريات الدولية ده غير كمان مباريات لو فيه مباريات في الكاس أو فيه أي بطولات تانية في مثلا كاس العام الأندية كل هذه البطولات وكل هذه المباريات لو اتقسمت هنلاقي أن اللاعب مش يبقى عنده راحة أكتر من يوم أو اتنين وبالتالي دوت هيبقى فيه لوت وهيبقى فيه إصابات كتيرة جدا وده اللي احنا شفنا مع هانزي فليك في برشلونة طبعا شفنا أكتر من لاعب اتصاب النهاردة بيتكلم في 3-4 لعيبة متصابين وآخرهم دلوقتي تريش تيجن برضو اتصاب بإصطاليبي انتوا عارفين طبعا تريش تيجن طبعا دلوقتي بقى الحارس الأساسي لألمانيا بعد ما منول نويا اعتزل دوليا فبالتالي هنتشوف الفترة الجاية دية لعبين كتير جدا بيتصابوا لأن طبعا زي ما بقول لكم فيه لوت كبير جدا على اللاعبين بهذه النظام الجديد للشامبيون ليك طيب زي ما احنا قلنا أول 8 فرق طبعا دول هيتاخدوا هيتطلعوا مباشرة في الشامبيون ليك وأول 9 هيتاخدوا ويطلعوا في الشامبيون ليك بدون تصفيات بعد كده التسعة اللي بعديهم هيلعبوا فيما بعضهم وهيشوفوا مين اللي بيتحصل على أكتر نقاط وهيصعد وبعد كده الباقية كلها باقية الفرق كلها طبعا باقية الستة وتلاتين طبعا دول هيخرجوا خروج مباشر لما نتكلم طيب على ترتيب الفرق النهاردة زي ما بنتكلم كده هنلاقي طبعا موناكو في الثلاتاشر واطلتكو مدريد الاربعتاشر باريس سنجرمايا في الخمستاشر وكافش اختار في الستاشر وبولونيا السبعتاشر منشستر سيتي طبعا في الثلاتاشر طبعا منشستر سيتي في الثلاتاشر ديت يعني صعب قوي ولكن احنا بنوني لسه في مباريات ولسه يقدروا يعيوضوا ميلا طبعا في التسعتاشر الارسنال في العشرين عاوز اتكلم برضو على مباراة الارسنال والستي سبحان الله يعني هما النهاردة في ترتيب الجدول في الشامبين ليك تقريبا تحت بعضهم السيتي في الثلاتاشر والارسنال في العشرين عاوز اتكلم على المباراة اللي تمت نابين بيب جارديولا وارتيتا في الدوري الانجليزي ومباراة فعلا كانت رائعة الارسنال كسب الشوت الاول وتقدم بهدفين لهدف واحد لطبعا السيتي وعاوز اقول لكم ان دي كانت مباراة تاكتيكية فكرية ما بين اكبر اتنين مدربين واعظم اتنين مدربين انا شايفكم في الدوري الانجليزي ارتيتا طبعا زي ما احنا شفنا حاول ان هو يكسب المباراة بدري ويخلصها بدري على ارض السيتي طبعا وزي ما اقول لكم هو احرز هدفين وكانت النتيجة اثنين واحد والشوت التاني طبعا بعد طرد احد اللاعبين من فريق الارسنال عاوز اقول لكم ان الخمسة واربعين دقيقة بدوع الشوت التاني كان السيتي بيلعب في الصندوق بتاع الارسنال ولكن كان فيه استماتة من الارسنال في الدفاع نعم هم مقاموش بأي دور يعني هجومي ولا حتى لعبوا على المرتدة ولكن زي ما بقول لكم كانوا بيلعبين في الصندوق طول الوقت وفي الديئة 97 طبعا ادر بيب جارديولا وادر السيتي ان هو يحرز التعادل كانت مباراة حقيقة شايقة جدا وكانت كلها فكر مدربين زي احنا بنقول طيب بعد كده هنتكلم النهاردة هنسيبها الجدول بتاع الشامبيون ليك تعالوا نروح لطبعا المباريات الدوري الانجليزي وهناخد الاول الترتيب بتاع الجدول بتاع الدوري الانجليزي منشستر سيتي طبعا في الاول ليفربول بييجي في التاني واستون فيلا في التالت الارسنال في الرابع تشيلسي في الخامس ونيو كاسل طبعا في السادس عاوز اقول ان الدوري الانجليزي الاسبوع دوت يعني على قد ما كانت المباراة شايقة لكن عاوز اقول ان المباراة كانت حقيقة فيها شيء من العنف المدربين حاولوا انه هم يحطوا خطة تاكتيكية ولكن للأسف الخطة التاكتيكية قصاد العنف اللي شفناه في الملاعب وقصاد تحت الضغط اللي كان محطوط فيه اللاعبين حقيقة شفنا نتائجه اكتر من مباراة تم فيها اشهار الكارت اللحمر عاوز اتكلم على برضو مباراة هذا الاسبوع بنقول ان برايتنو اتعدلت 2-2 مع نوتينجهام منشستر سيتي 2-2 مع الارسنال ويستهام يونايتد اتغلبت 3-0 من تشيلسي استون فيلا كسبت 3-1 وولف هامتون بولف هام كسبت 3-1 نيو كاسل وليستر سيتي اتعدلت 1-1 مع ايفرتون وليفربول كسبت 3-0 صوت بورسموس وساوس هامتون اتعدلت 1-1 مع استوبيشن وطبعا تهانينا لسام مرسي اللي احرز هدف التعادل في الدقيقة 96 وده يعتبر لسام اول هدف لي في حياته تعالوا بقى نروح نشوف ديف الحلقة النهاردة ونشوف عبر الزوم معانا طبعا بوكير وتيو بوكير وانا طبعا انا برحب بيه وطبعا بيقول في لبنان ومدرب وطبعا هو بينتهز كل فرصة علشان يكلم فيها البرنامج بتاعي علشان يكون متواجد مع المصريين ويكون متواجد معايا مستر بوكير هابنزي تشامبيونزليج جزين هابنزي تشبيل جزين اشتركوا في القناة وليساني لن أعرف أشتركوا في القناة ما هي المعارضة المعارضة بيانزي تشبيل؟ ما هي المعارضة المعارضة؟ المعارضة المعارضة ببعا بارسلوني ومدرب البعايا حسنا سوف نتحدث عن تلك الشمابيزة الكجيز التي نتحدث عن تلك الشامبائزة هل المشاف المشافة التي تقصد With Munaco؟ كيف ترى هذا الفيه؟ كيف ترى هذا الفيه من أجندي فيها السيدة كيف ترى هذا الفيه؟ المتحدة للغاية لأني أن ترى لا أعرف بأننا أعرف كما ترى اقتراحة من المتحدة في ريولة الناس سيفوك مفاوزانا في مزانج من مختلفة شخصة إلى أن الشخصة المشكلة لأننا نسيب الأمر لأن المسانع يصد من جميع مفاوزانا والفكار بارسلون من جميع مفاوزانا في جميع مفاوزانا والفكارية التي جميع كارثة دورة جميع مفاوزانا المنزل الاتصال الجدد الكثير من المنزل الاتцу من المعارضة من المعارضة لأخبار من المعارضة. وآهما يحبون بأنهم من سيارة أخرى، وكمانهم هم أن تكون ذلك مجموعة في هذا المعارضة. لكنهم لا يوجد ذلك المعارضة. ومعارضة الكثير من المعارضة. يقولون أنه يديوه بشكل جديد ويقوم بشكل جديد تقليد في الارضة يسرح من الارضة إلى الارضة إلى الارضة التي تجريبا أن تقليد في الارضة أساسية يجب أن يكون لديه جديد من الارضة ومجران كان يجب أن يفعل يساعد ان ذلك يساعد أن يحصل في الجيد كما يساعد أن يكون جيدا داخل طورة الجيدة يجب أن يحصل على صفحة جيدة كما يدعون ايضا لديه المعارضة يمكن ان ذلك الأنكوات يمكن أن يفعل ذلك لكن طوال عادتهم ==== هناك أيضا أحياني في بعض المعارضة. على أيضا، أيضا التخيل التعاملون من مفرما. ؟ باشيء انظر التخيلة اليوم. لأنهم عمل الفراء لاعرف أيضا بشكل أمر. لأنهم غير المعارضة وهي لا يمكن أن يترك أمر single. لابد أكبر، لأنني في أنظر что تصل إلى ع time. برشلونة ورأيه فيها ورأيه في هانزي فليك فطبعا فجئني قال لي ان برشلونة دلوقتي ما بقتش زي زمان برشلونة كانت بتتبع يوهان كرايف مدرسته وطريقة لعبه وكانت نجحة جدا وكل المدربين اللجوم بعد يوهان كرايف حاولوا يقلدوا وحاولوا يتبعوا هذه المدرسة وكانوا نجحين جدا لكن في الفترة اللي فاتت دي لقينا ان برشلونة بيغير كتير من الطريقة اللعب بيغير كتير في المدربين بيغير كتير من اللاعبين وبالتالي الموضوع دايما فيه تجديد في كل شيء فبالتالي المستوى وقع بتاع برشلونة وبالتالي فقدوا الهوية بتاعتهم على العكس بيدي هو امثال لليفر كوزين المدرب بتاعها الاسباني شابي ألونسو جيه وبيتطبق مدرسة يوهان كرويف مع لليفر كوزين مع عناصر سابتة بقالها أكتر من ثلاث مواسم بيلعبوا معاه وحقق بهم نتائج رائعة جدا وهو دي المشكلة بتاعت برشلونة إن عندها مشاكل في تجديد المستوى أكتر من تجديد المستوى نتائج رائعة جداً 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 هذا. Das ist genau richtig. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das im Prinzip die Wiederholung, die ich gesagt habe. Die spanische Barcelona-Abwehr läuft wie eine Herde wilder Schafe durcheinander. Es ist kein System, es ist keine Ordnung. Die meisten Spieler wissen gar nicht, was sie für Aufgaben haben. Und dadurch entsteht diese Unordnung. Und durch diese Unordnung kann sich der eine nicht auf den anderen verlassen. Und dann passiert so ein dummer Unfall mit so einer schrecklichen Verletzung. Ja, gut. Ich frage mich auf die Sprache von Barcelona-Abwehr und Monaco-Abwehr, die 2-1-Fuhr und die Sprache von Tricht-Tigen und von den Bars, der falsch gemacht hat, die Karte, und die Karte, die Karte, die Karte. was das, was das, was ich sagen, was ich sagen, was ich sagen, die Karte hat. المفروض كلهم بيشاركوا معا عشان يغطوا عليه دا مش موجود في لعب برشلونة هذا السيزون أو هذا العام glauben Sie أن Hansi Flick ist der gute Trainer oder ist der richtige Mann für برشلونة in dieser Zeit ich habe so ein bisschen meinen Zweifel weil der Hansi Flick ist ein unglaublich lieber netter Kerl und er ist ein sehr guter Trainer wenn eine gute Mannschaft da ist die er einfach nur führen muss aber ich bin mir nicht sicher ob er in der Lage ist eine gute Mannschaft zu bauen dafür aus meiner Sicht fehlt ihm die praktische Erfahrung als Spieler ja er war ein Spieler aber er war nicht ein überragender Spieler und ihm fehlt so ein bisschen das Gespür und das Gefühl für den Fußball ich habe eben gesagt der Fußball hat eine Spielidee und bei dieser Geschichte fällt mir immer Alexandria ein Tarek Al-Ashrie fällt mir ein ich habe schon mal darüber gesprochen als ich nach Alexandria kam sagt Tarek Al-Ashrie zu mir Trainer wir möchten uns entschuldigen wir haben keine gute Mannschaft aber mit dieser aber mit dieser keinen guten Mannschaft so wie er sagt sind wir dreimal hintereinander hinter Achli und Somalek Dritter geworden nicht weil wir so eine große Auswahl an klasse Fußballer hatten wir hatten sehr durchschnittliche Fußballer aber wir hatten eine Mannschaft wo jeder ganz genau wusste wenn wir den Ball hatten was die Mannschaft zu tun hatte und wenn wir den Ball verloren hatten wusste jeder in der Mannschaft was er zu tun hat da war System und Ordnung und das nennt man Mannschaftsspiel und damit kann man was gewinnen und da habe ich meinen Zweifel ob der Hansi das in Barcelona kann Ok lass mich Ibadetsen طبعا ich frage ich frage Hanzi Flick طبعا ich frage Hanzi Flick hat nicht dass Hanzi Flick er in Barschelona für die Sicherheit Hanzi Flick hat nicht nicht sehr gut nicht 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 Und in der Zeit Fikro Klaib und Fikro Klamadrib Fikro Fikro Klamadrib Fikro Klamadrib Fikro Fikro Wie haben Sie das Spiel gesehen Ja ich habe das Spiel gesehen das was die Bayern da gemacht haben müsste man eigentlich in jedem Spiel sehen sie haben unglaublich gute Fußballer es ist eine unheimlich große gute Mannschaft aber das was ich gerade vom Hanzi gesagt habe das muss auf die Mannschaft überschwingen und jetzt haben sie mit dem Vinzenz jemand der keinen so großen Namen hat aber die Spieler fühlen sich wohl das Mannschaftsspiel jetzt ist wieder jeder bereit für den anderen zu laufen und zu rennen und das ist das was ich sage ok also also im Ende einfach bedanken mich sehr einfach für ihre Analyse und ich hoffe dass wir in Zukunft noch mal und noch mal treffen und reden miteinander vielen Dank und schön ab noch طبعا أنا sallt على رأي في مباراة البayer und النتيga die war 9 2 فطبعا كان رأيه ان هو ده المدرب المفروض اللي كان برشلون تجيبه هو ده المفروض المدرب اللي يجي اللي يحاول يعمل ألفة ما بين اللاعبين ويحاول انه هو يقدم حاجة ويحاول انه هو يكون عنده فكر في الملعب واللي قدمه كومباني مع باير ظهر في الشامبيون ليج وظهر في الدوري البوندسليجا وهو ده اللي اي فريق كبير بيحتاجه الاستقرار الاستقرار والثبات هو اللي بيقدي للنجاح طبعا السيدة مشاهدين احنا كنا نتمنى ان احنا نواصل معاكم بقية الدوريات لكن الاسف وقت البرنامج مش هيسمح لنا ومش هيسعفنا ولكن نتمنى ان يكون قدمنا لكم ملخص عن الدوريات الاوروبية وعن الشامبيون ليج وعن اخبار الرياضة في مصر ونتمنى تكونوا سعدتم معنا في هذا اللقاء وعلى امل اللقاء في برنامج وحلقة جديدة من برنامج القرى العالمية عن قناتكم وعلى قناة الحدث اليوم مع الكابتن محمد حسن وتحياتي لكم واشتراهم عليكم ورحمة الله وبركاته